التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم ضمن أول لقاء يعقد بين الطرفين منذ استلام رئيسي منصبه في أغسطس الماضي فيما تشهد العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا على كافة السعود والمجالات لا سيما الأمنية منها وقبل سعوده للطائرة أوضح رئيس الإيراني خطوطه العريضة من الزيارة وقال إنها تشكل نقطة تحولا في علاقات تهران وموسكو وتعزز التعاون الإقليمي في مواجهة الأحادية كما قال في إشارة منه إلى نهج الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وعلى طاولة القمة أتى الرئيس الإيراني على ذكر الولايات المتحدة أيضا وقال إن بلاده وروسيا تواجهان أمريكا منذ أكثر من أربعين عاما ورغم العقوبات المفروضة على كلا الجانبين عما عن توقيت الزيارة فإنها تأتي في وقت تجري فيه إيران وقوى كبرى منها روسيا مباحثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا ويقول الطرفان الروسي والإيراني إنها تحقق تقدما ولو بطيئا في إطار الجولة الثامنة الحالية ولسوريا نصيب من المحادثات الإيرانية الروسية حيث أكد بوتين أن الدعم الذي قدمه الروس والإيرانيون ساهم وساعد في التغلب على التهديدات الإرهابية في الأراضي السورية على حد وصفه كما تعدان أبرز الداعمين للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر منذ عام 2011 ولطالما سعت الولايات المتحدة إلى تمرير مشروع تدين إيران في مجلس الأمن الدولي لكنها اصطدمت بالفيتو الروسي والصيني لنت تذكر نفتح في هذا الملف هنا لجوء موسكو لاستخدام حق النقد ضد مشروع قرار دولي يتهم إيران بانتهاك حضر الأسلحة إلى اليمن في فبراير عام 2018 أما في الجانب الأمني والعسكري طبعا تتواصل التدريبات والمناورات العسكرية التي يجريها الإيرانيون والروس والصينيون أيضا في المحيط الهندي وخليج عمان حتى أن انتهاء حضر السلاح الذي كان مفروضا على إيران فتح شهيتها على شراء أسلحة جديدة للروس النصيب الأكبر كان من هذه الصفقات وبدعم روسيا انضمت إيران إلى منظمة شانجهاي للتعاون في سبتمبر من العام الفائت أي دخولها إلى سوق حجمه ثلاثة مليارات نسمة ما قد يساهم في تحسين اقتصادها وإخراج نفسها من الحصار الاقتصادي الأمريكي هذا ويجمع الخبراء والمراقبون على أن أسباب التقارب الستراتيجي بين روسيا وإيران هي المصالح الجيوسياسية في منطقة شرق الأوسط ومحاولة النظامين أو رغبتهما في تحجيم الدور الأمريكي في المنطقة بعد سبعة أشهر من إبرام اتفاق مماثل مع الصين في إطار سياسة التوجيه نحو الشرق والدول المجاورة أعلنت إيران في أكتوبر الماضي عزمها توقيع شراكة استراتيجية مع روسيا في الأشهر المقبلة في ديسمبر الماضي أعلنت السلطات الإيرانية أنها تسلمت من روسيا محتالا إيرانيا توارى في أراضي موسكو بعد تنصيق مكثف بين الجانبين مع مطلع العام أفادت أنباء إعلامية إيرانية بأن روسيا والصين أقنعت إيران بالتراجع والتخلي عن بعض مطالبها القصوى في محادثات فين وبحث وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة الروسية في الثامن عشر من هذا الشهر سبل تحسين التعاون بين البلدين في مجال النفط كما تمت مناقشة توسيع العلاقات الاقتصادية وفي اليوم التالي وصل الرئيس الإيراني إلى موسكو في أول زيارة له إلى البلاد تزامنا مع استمرار محادثات طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها نووية ولعل أبرز أوج هذه العلاقة أهمية للطرفين هو الاقتصاد والتجاري فروسيا شريك تجاري رئيسي لإيران وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران ارتفع حجم التبادل وأيضا على روسيا ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بشكل كبير خلال العام الماضي فما الذي تقوله لغة الأرقام عن هذه العلاقة أحدث أحصاءات جمهورية روسية كشفت في وقت سابق من العام الماضي أن صادرات روسيا إلى إيران في الأشهر السبعة الأولى زادت بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من 2020 لتبلغ مليارا وثلاثمائة مليون دولار وتضاعفت صادرات روسيا إلى إيران منذ العقوبات الأمريكية إذ بلغت صادرات إيران إلى روسيا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 نحو 257 مليون دولار وارتفعت في الفترة نفسها من 2018 إلى 317 مليون دولار وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى 607 مليون دولار في الشهر الماضي أعلنت منظمة التنمية التجارية الإيرانية عن سعي إيران لرفع حجم الصادرات مع روسيا إلى 10 مليارات دولار المنظمة الإيرانية أشارت إلى أن هذه الخطوة تجاه رفع مستوى الصادرات الإيرانية تتطلب العمال على تطوير قطاع سكك الحديد والحاويات وبالتالي إطلاقوا سبعة خطوط بحرية منتظمة بين البلدين وكانت واشنطن تخطط لضرب إيران في ثمانينيات القرن الماضي عبر دول عربية وأقليمية تفاصيل هذه الخطة نشرت على موقع تابع للبينتاجون وصحيفة هاء ريدز الإسرائيلية ترى فيها دروسا مستخلصة لنتابع هذه القصة وفقا لهيئة الأركان المشتركة للبينتاجون وبحسب دراستنا تم نشرها من قبل البينتاجون في وقت ما في منتصف ثمانينيات أراد المخططون العسكريون الأمريكيون من إسرائيل أن تشارك في حرب تبدأ في إيران وتنتشر إلى شرق البحر الأويض المتوسط حيث سيتم تكليف سلاح جو الإسرائيلي بمهمة ضرب السفن السوفيتية والوحدات العسكرية الأخرى وبحسب الصحيفة الإسرائيلية اقترحت خطة ألف وأربعة ما يسمى بالتصعيد الأفقي الذي يتصاعد جغرافيا ويحاصر إيران من الشمال والجنوب بحيث تنطلق القوات الأمريكية من باكستان وتركيا ومصر والسعودية إلى إيران ومهمة إسرائيل كانت ستشمل تأمين سلامة قناة السويس من خلال ضرب القوات السوفيتية في شرق البحر المتوسط هارتس تقول أن هذا العرض ليس استثناء إذ يوفر منافذة على التفكير الاستراتيجي العسكري الأمريكي حول مواجهة إيران اليوم وما هو دور إسرائيل في مثل هذه العملية هلو كلين ضمن كل هذه المعطيات نعود ونركز على العلاقة بين روسيا وإيران بمناسبة زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو اليوم وذهبنا إلى مواقع تواصل اجتماعي أيضا لرصد بعض الآراء حول هذه العلاقة وهذا التطور الذي يقول عنه الرئيس الإيراني بأنه النقطة التحول هذه إذن على تويتر بعض التغريدات عبدالله قال في تغريدة له بعد لقاء بوتين ورئيسي سيلعب بوتين دور الضامن لإتمام الاتفاق النووي وسيلتزم بضبط إقاع الخلاف الأمريكي الصيني بشقيه السياسي والاقتصادي حساب باسم نصير العمر يقول الإيران تقول إن طهران وموسكو توافقت على مقاومة الحصار الأمريكي مشكلة إيران أن روسيا مفلسة ولا تقدر على حل مشاكلها أو مشاكل الملالي المالية أصلا هذا الحساب أيضا يقول بنفس الاتجاه رئيسي يطلب من بوتين المساعدة في رفع العقوبات عن إيران بينما بوتين نفسه عاجز عن رفع العقوبات عن بلده إذن دعونا نحلل كيف تخدم إيران التوازنات والمصالح الجيوسياسية لروسيا في المنطقة تحديدا وإلى أين سترتقي هذه العلاقة بعدما سماها رئيس الإيراني بالنقطة تحول وما تأثير هذا على الولايات المتحدة في علاقتها مع إيران من جهة ومصالحها المنافسة لروسيا من جهة أخرى في المنطقة وربما في العالم ينضم إلينا مناقشة هذا الموضوع ضيوفنا من العواصم الثلاث هذا من طهران دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية من موسكو هذا السيد ستانسلاف بيشوك أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية ومن واشنطن عبر تطبيق زوم هذا دكتور جوزيف سيرين سيون كبير الباحثين في معهد كوينزي الأمريكي أهلا بكم جميعا أبدأ أولا من طهران وأسأل اليوم أنه زيارة هي من إيران إلى روسيا من التصريحات دكتور محمد التي جاءت بأنه هذه الزيارة أو تعزيز العلاقة بين روسيا وإيران سيعزز أمن المنطقة ويمنع الأحادية طبعا هذه جاءت على لسان الرئيس الإيراني هل فعلا هذا وكيف هو التصور الإيراني بأن العلاقة مع روسيا يمكن أن تحقق أمنا أفضل للمنطقة وتكسر الأحادية وطبعا نتكلم عن أحادية البلاد المتحدة وهذا مفهو مساء الخير لك زينة وإلى ضيوفك والمشاهدين الرئيس إبراهيم رئيسي عندما هو أشار إلى مساعدة روسيا أو أن العلاقات الإيرانية الروسية تعزز الأمن الإقليمي هو كان يشير إلى الاهتمام الروسي بالأمن في منطقة الشرق الأوسط وكلنا يعلم بأن روسيا كانت قد طرحت مبادرة للأمن الإقليمي والإيرانيون يقولون بأنهم طرحوا منتدى الحوار الإقليمي وأن الروس أخذوا الكثير أو أن المبادرة الروسية كانت تتضمن الكثير من النقاط التي وردت فيها المبادرة الإيرانية للدعوة لإنشاء منتدى للحوار الإقليمي وبالتالي هم يعتقدون بأن عندما تدخل روسيا على الخط الأمني الإقليمي هي بذلك تحاول أو مع إيران أيضا أن تقف أمام الأحادية الأمريكية التي تشعر بها الولايات المتحدة بأنها اللاعب الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي الإيرانيون يعتقدون دخول الروس على خط الأمني الإقليمي في المنطقة ربما يعيد هذا التوازن الذي كان قبل انهيار الحرب الباردة وبالتالي الأمريكيون يشعرون منذ انهيار الحرب الباردة بأنهم القوة الوحيدة التي تتعامل مع كل مقاليد الأمور في منطقة الشرق الأوسط سواء كانت السياسية أو الأمنية وبالتالي الإيرانيون يعتقدون بأن دخول روسيا على خط الجيو سياسي والجيو أمني في المنطقة ربما يكون حالة من إعادة هندسة الأوضاع في الإقليم خصوصا الأمنية وكلنا يعلم بأن العقد الماضي العشر سنوات الماضية كانت هناك الكثير من التوترات الحروب التصعيد في هذه الحروب والآن يتجه الإيرانيون من أجل التعامل مع روسيا لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه البطقة دعني أذهب إلى روسيا وأفهم من السيد بيشوك سيد بيشوك إذن حتى في يبدو أن السيد بيشوك ليس جاهزا حتى الآن سوف أعود إليه بهذا السؤال دعوني أذهب إلى واشنطن مع السيد جوزيف سيرونسيون سيد جوزيف هل تحتل موسكو مكان وتشغل مكان أمريكا في الشرق الأوسط فعليا اليوم بهذه العلاقة ليس فقط مع إيران ولكن اليوم موضوع حديثنا هو زيارة وانطلاقا من إيران ربما لا أعتقد أن روسيا ولا الصين قادران على استبدال دور الولايات المتحدة لا روسيا ولا الصين يمتلكان قوة في المنطقة أو قوة ديبلوماسية تمكنهما من أعلى بدور الولايات المتحدة ولكن ما يمكن القيام به هو موازنة دور الولايات المتحدة الرئيس الرئيسي قد سمى هذه الزيارة تحولية أو ستعتبر نقطة تحول لن تسبب تحول كامل أو جذري ولكن ستخلق بعض التوازن نعم إيران وراء الأسلحة باختصار هذا هو الربح الذي تسعى وراءه إيران توقيع اتفاقية بـ 20 أو 30 مليون ربما من أجل الحصول على أسلحة متطورة موجودة لدى روسيا وروسيا فقط طيب إذا ما كان هذا هو السيناريو كيف سيؤثر حصول إيران على هذه الأسلحة الروسية المتطورة على المنطقة أحاول هنا نفهم أنا والمشاهدين ما الذي ينتظرون على الأقل من السيناريات المحتملة نتحدث عن المناطق المشتعلة عن اليمن عن العراق عن سوريا وحتى عن عن الخليج والحلفاء التقليدين للولايات المتحدة ثمت نوعان أساسيا من الأسلحة تسعى إيران وراء الحصول عليها الطائرات المقاتلة المتطورة من طراز سيو 35 25 أو 35 من هذه الطائرات وبدأوا بالفعل بتدريب الطائرين على قيادتها هذا السلاح في غاية التطور وسوف يعزز من قدرات إيران على شن أي عدوان ولكن أسطول الطائرات لدى إيران صغير بالمقارنة بدول أخرى مثل السعودية كما أن هناك أسلحة دفاع جوي تسعى إيران وراء الحصول عليها وهي من طراز S-400 والتي من الممكن أن تضرب أي صاروخ أو الدفاع إذا أي قنابل أو صواريخ إذن فسوف يعزز كل ذلك من قدرات إيران الدفاعية والقتالية ولكن لا أعرف إن كانت روسيا ستقدم هذه الأسلحة إلى إيران أو لا ربما تكون هناك شروط تمنع روسيا من توفير هذه الأسلحة سنرى أي اتفاق هو أقوى اتفاق روسيا مع إسرائيل ولا اتفاق روسيا الأمني مع إيران هذه نقطة مهمة سأسألك أيضا عن الصين بانتظار أن يجهز ضيفي من موسكو ربما لديه بعض الأجوبة عن هذه الشروط أو على الأقل عن توجهات الروسية تحديدا العسكرية وكم هي مستعدة أن تمنع هذه الأسلحة المقاتلة المتطورة لإيران أعود لدكتور محمد صالح صدقيان دكتور محمد الكل يتحدث تحديدا تحليلات اليوم الأمريكية تتحدث عن مثلث قوة جديد بمعنى يعني اليوم لديك روسيا والصين المنافستان العالميتان للولايات المتحدة الأمريكية أضف إليها إيران التي هي بالنسبة لأمريكا قوة معادية بطبيعة الحال هل اليوم هذا كله يمكن أن يحصد ثمارا لإيران بمعنى قوة سلاح عسكرية توازنات بوجود الخيارات فتح المخرجين ما في البرنامج النووي أم قد يرتب عليها المزيد من العدوات مزيد من المنافسات والحصارات مع الغرب ومع الولايات المتحدة إذا ما اقتربت أكثر من الصين وروسيا دعيني أشير نعم دعيني أشير إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هندري كيسنجر قبل أكثر من ثلاثين عاما هو حذر من مغبة حصول تعاون صيني روسي إيراني في ذلك الوقت لم تكن الأمور بهذا الوضع الذي نحن نراه حاليا من هذا التدافع السياسي والأمني في هذه المنطقة وهذا الاشتباك الموجود بين روسيا والولايات المتحدة والصين والولايات المتحدة الآن يبدو لي بأن الأمور فعلا تتجه بهذا الاتجاه السيد كيسنجر في ذلك الوقت هو تنبأ بحدوث مثل هذا التحالف وحذر أيضا وقال بأن مثل هذا التحالف هو خطير جدا للمصالح الأمريكية في المنطقة يبدو لي بأن السياسة الأمريكية فعلا هي التي دفعت إلى حصول مثل هذا التحالف يعني بالتأكيد عندما حصل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وهذا التطوير في البرنامج النووي الإيراني واستدارة إيران إلى الشرق وتحديد إلى الصين وروسيا أنا أعتقد بأن مرة ذلك هو السياسة الأمريكية التي استخدمتها سواء كان في عهد الرئيس دونالد ترامب وحتى في عهد الرئيس الحالي جو بايدن الأمور تتجه بهذا الاتجاه لعدة أسباب أولا هناك ضغوط متزايد من قبل ولاية المتحدة ضد إيران وهذا ما يدفع إيران إلى تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو أن إعادة إحياء الاتفاق النووي أحبط الإيرانيين بشكل كبير هو أحبط الحكومة الإيرانية السابقة حكومة حسن روحاني التي كانت تأمل أن يتم تعزيز الاتفاق النووي وصمود الاتفاق النووي والتعامل مع الدول الغربية بالاستثمارات وحتى بالقضايا السياسية والأمنية لكن السياسة الأمريكية وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق فعلا هو دفع إلى تكوين مثل هذا المحور أو هذه الجبهة أو هذا الاتحاد والإتلاف الآن تطورات المفاوضات النووية في فيينا عدم قبول الولايات المتحدة بالقبول بالاتفاق النووي ورفع العقوبات وإعطاء ضمانات ومشاكل من هذه الأمور التي تتعلق بالمفاوضات النووية أنا أعتقد بأنها تدفع الإيرانيين بهذا الاتجاه هناك نقطة أخرى هو أن إيران الآن عضو في منظمة شانغاي للتعاون هذه المنظمة ومنظمة مهمة جدا منظمة تريد أن تتقدم بشكل كبير للتعاون الاقتصادي ربما تتطور أكثر لتعاون سياسي أو أمني لحد الآن هي فقط تنحصر في الإطار الاقتصادي لكن ربما تتطور أكثر إلى قضايا أمنية وسياسية وبالتالي أنا أعتقد بأن ما تنبأ به سيد كيسينجر ربما يجد هذا الاختراح يتجد له الأرضية أو البيئة المناسبة من أجل احتضان مثل هذا الاتلاف أو التآلف بين الدول الثلاثة نعم أذهب إلى واشنطن سريعا جدا دكتور أريد أن أفهم ما هي خيارات الولايات المتحدة الأمريكية طبعا الممكنة أو نتوقع من هذه الإدارة تجاه هذا الالتقاء الارتداد شرقا المثلس الجديد هنا هل يمكن أن تعتبر تحديدا أن تحدث عن خياراتها لعلاقاتها بالشرق الأوسط هل يمكن أن تعتبرها معركة خاسرة وكيف يمكن أن تدير ظهره وهي أصبحت معركة أساسية من معركتها مع الصين أهم في الأمر أن تقوم الولايات المتحدة بالوصول إلى نتائج حقيقية للمفاوضات في فيينا وإعادة إحياء الاتفاق النووي هذه الخطوة الأولى والتي ستسمح للولايات المتحدة والغرب الدخول في استثمارات تجارية واقتصادية وعلاقات دبلوماسية مع إيران مما سوف يعيد التوازن وسوف يخفف من قوة هذا المثلث الذي تحدثت عنه بدون الوصول إلى نتائج في المفاوضات لن ينجح أي شيء آخر طيب نذهب إلى فاصل أجو أن تبقوا معي وأيضا مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونتابع أيضا الحديث في هذا الموضوع من دائرة الشرق أهلا بكم جديد إذا نتحدث عن زيارة الرئيس الإيراني اليوم إلى موسكو ولقائه برئيس بوتن وكان قد قال رئيسي أن هذه الزيارة نقطة تحول وكان هناك الكثير من الأحاديث تحديدا من الجانب الإيراني عن أن هناك بناء اليوم للشرق أوسط جديد فيه توازنات بعيدة عن القطبية والكثير من الأمال علقت على هذه الزيارة على توطيط طبعا العلاقة بين روسيا وإيران نحن نحاول أن نفهم هذا السياقات هذه التداعيات وماذا يعني نقطة تحول على هذه المنطقة عودوا ورحب بضيوفي من طهران كان هذا الدكتور محمد صادق صادقيان مدير المركز العربي دراسات الإيرانية من موسكو السيد سانسلاف بيشكوك نحن ننتظره غير جاهز أما من واشنطن الدكتور جوزيف سيرينسيون كبير الباحثين في معهد كوينزي الأمريكي دكتور محمد كان الدكتور سيرينسيون يقول لي من واشنطن قبل أن نذهب إلى فاصل بأنه الحل الوحيد اليوم أمام الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتهي من مفاوضات البرنامج النووي طبعا من نتائج إيجابية وبالتالي يتم فتح اليوم قنوات أفضل لتعامل مع إيران لاحتواء إيران بشكل أو بآخر ماليا واقتصاديا وربما حتى لا نعرف كيف تتطور الأمور لسحبها من هذا المثلث أو من الاتجاه شرقا نحو الصين وروسيا كثيرون عندما يسمعون هذا الحديث الآن يقولون فات الأوان هل تعتقد بأنه فات الأوان لقدرة استعادة إيران إلى الغرب إلى تعاملات طبيعية مع الغرب هناك مشكلة في السلوك الأمريكي حيال منطقة الشرق الأوسط لأن هناك حتى تذمر من قبل عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وحتى في الدول الخليجية أيضا لأن الولايات المتحدة لم تستجب لمصالحهم الوطنية والقومية وبالتالي ربما أن التعامل الأمريكي مع إيران هو معقد وتاريخي وأني أعتقد بأن المسار الذي سار عليه الرئيس أوباما عندما اتجه للاتفاق مع إيران حول الاتفاق النووي وكان منتظرا أن يتكون هناك اتفاقات أخرى في مجالات أخرى تخص الأمن الإقليمي ومشاكل ذلك لكن يبدو بأن السلوك الأمريكي على حاله انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عقد الأمور كثيرا الآن في عهد الرئيس بايدن الذي طالب بالعودة إلى الاتفاق النووي لحد الآن هناك مفاوضات متعثرة صحيح بأن هناك تقدم بطيء لكن هذا التقدم لا يصب بمسلحة ولكن دكتور محمد نقطة سؤالي اليوم كفكر وكسياسة اليوم إيرانية هل يمكن بالفعل أن تفضل العودة للتعامل مع الولايات المتحدة مع الغرب ماليا اقتصاديا تجاريا دبلوماسيا في اللحظة التي يتغير فيها أو تفتح القنوات معها أم أن القرار بالتعامل مع روسيا ومع الصين ينبع من مصلحة استراتيجية طويلة الأمد من قرار نهائي وقناعة راسخة وثقة عالية يعني هي بديل ولا هي الأصل الإيرانيون يقول هذا صحيح يعني أنا من خلال معرفتي بالسياسة الإيرانية وهم قالوا أيضا سواء كان وزير الخارجية عبداللهيان أو مسؤولين آخرين قالوا بأنهم لا يريدون أن يغلقوا الباب أمام التعامل مع الدول الغربية وهم يرحبون بذلك وقال أيضا عبداللهيان قال بأن علاقتنا مع الصين أو روسيا ليست هي الخيار الأخير وإنما السياسة الخارجية الإيرانية تعدمد على التوازن بين الشرق والغرب مثلما تكون هناك علاقات جيدة مع الصين أو مع روسيا هذا صعب اليوم بين قطبين معسكرين يتشكلان بتنافس شديد اقتصادي وسياسي يعني ربما هذا لكن في نهاية المطاف هناك أخطاء كبيرة وقعت فيها الدول الغربية مع إيران أنا عندما أقول بأن السياسة الأمريكية هي التي دفعت إيران إلى هذا الاتجاه أنا أستند في ذلك والجميع يستند في ذلك على أرقام واضحة وسياسة واقعية للدول الغربية الآن هذه المفاوضات التي تجرع لنأخذ هذا شيء قريب جدا لأن المفاوضات تجرع حاليا في فيينا الإيرانيون يقولون بأن المفاوضات انتهت تريد وصلت إلى نقطة تحتاج إلى قرارات صعبة وإلى قرارات سياسية معنى ذلك بأن الجانب الأمريكي لحد الآن لم يوافق على رجوع ما تبيعه إيران من النفط أن ترجع عائدات هذه النفط إلى البنك المركزي الإيراني وهو يصر على أن تكون هذه الأموال في الخارج في صندوق معين في قضايا معنئين في آليات معينة وهذا ما يرفضه الإيرانيون بالتالي ما لم يتغير السلوك الأمريكي لا يمكن لنا أن نتوقع بأن هناك علاقات جيدة سوف تكون بين إيران وبين الدول الغربية نعم دعني الآن أذهب إلى موسكو أصبح السيد سانسلاف بيشوك جاهزا معنا سيد بيشوك الكثير من الأسئلة الآن تراكمت أمامك لحيني جهوز الاتصال معك دعني أضعها دفعة واحدة حتى لا نضيع الوقت بالترجمة تحدثنا عن اليوم هل روسيا بالنسبة لإيران هي بديل هي تكتيك تفاوضي استراتيجي لحين تغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية تحت الضغط والغرب تحديدا في برنامج إيران النووي هذا أول سؤال الفكرة الثانية التي تحدثنا عنها بأن اليوم ضيفي من واشنطن يقول إن المبتغى الأساسي من هذه العلاقة هي الأسلحة إيران تريد الأسلحة الروسية المتطورة وطبعا روسيا تريد أن تبيع أسلحة بطبيعة الحال هل سيكون هناك كيف سيكون تعامل روسيا هل سيكون هناك محددات للأسلحة التي يمكن أن تقتنيها إيران طبعا أخذتا بعين الاعتبار بأنها إيران ليست على صفحة جيدة مع كثير من دول المنطقة وربما يكون هذا يهدد أو يأرجح العلاقة بين روسيا وباقي دول المنطقة ردك على هذين النقطتين أحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة مرة واحدة بداية روسيا وإيران ليسوا حلفاء إن تم الوصول إلى نتائج في الاتفاق النووي إيران سوف تقدم النفط للأسواق الخارجية وبالتالي ستكون إيران منافسة لروسيا روسيا وإيران يوردان النفط طبعا يستخرجان النفط ويوردان النفط والغاز لذا ستصبح إيران في تلك الحالة مشكلة بالنسبة لروسيا نعم من الممكن أن يصبح شركاء في بعض المجالات خاصة في دعم مثلا نظام الأسد في سوريا وفي دول أخرى لها قوات تورية ربما ولكن روسيا وإيران ليسوا أصدقاء أما بالنسبة للمجالات العسكرية إن تم رفع حظر على الأسلحة طبعا روسيا من مصلحاتها بيع الأسلحة لإيران لأن روسيا ليست الولايات المتحدة روسيا ليس لديها شركاء مفضلين في الشرق الأوسط روسيا على علاقة جيدة مع تهران مع إسرائيل مع دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية لذا فروسيا وأنا لا أتذكر أي مثال هنا رفضت فيه روسيا بيع أي أسلحة لأي دولة ولا رفضت بيع مفت ولا غاز إذن روسيا من مصلحتها طبعا الدخول في أي مشروعات لها علاقة بالطاقة في إيران أيضا سواء طاقة نووية أو محطات نووية أو غيرها إذن إن تم الوصول إلى نتائج بالنسبة للاتفاق النووي طبعا روسيا ستسعى وراء الدخول في شركات مع إيران في هذه المجالات مجالات الطاقة والبناء التحتية طيب أيضا أعتقد أنني سألتك عن هناك من يتحدث عن مثلث قيد التشكيل أعرف أنك قلت بأنها ليس حلفاء ولكن لا بأس على مستوى الشراكات في مواضيع أو في شؤون معينة أو في مواقع جغرافية معينة مثلث من الصين روسيا وإيران طبعا هذا بكل تأكيد سوف يكون مخيفا معاديا منافسا للولايات المتحدة الأمريكية هل ترى بأن مثل هذا الحلف أو التشكل أو الشراكة يمكن أن نراها قادمة لست واثق من ذلك الصين وروسيا حلفاء وأصدقاء وربما لا يريدان أي لاعب إضافي يدخل إلى المعادلة في هذه الحالة ثمت ثلاث دول تزعم بأن بينها توافق في مناطقهما كل على حدة لا أعرف كيف من الممكن أن تتوافق مصالح هذه الدول الثلاثة على المدى الطويل خاصة أما على المدى القصير فهذه الدول الثلاث تراها الدول المجاورة على أنها دول عدائية والغرب ينظر إلى هذه الدول على أنها ربما دول غير دموقراطية نعم هي غير دموقراطية صحيح ولكن مع هذه المعطيات لا أعرف إن كان من الممكن بناء تحالف قوي مبني على عدم دموقراطيتها مثلا أو سوء علاقتها بالغرب لا أعرف ما هو المشترك بين هذه الدول الثلاثة الصين بالرغم من علاقتها الشائكة مع الولايات المتحدة إلى أنها جزء أساسي أو لاعب أساسي على الاقتصاد العالمي لذلك من الممكن إخراج روسيا أو إيران من الاقتصاد العالمي ولكن الصين مستحيل طيب كل شكر لك هذا من موسكو السيد ستانيسلاف بيشوك أستاذ العلوم السياسي في جامعة موسكو الحكومية أشكر من طهران دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي دراسات الإيرانية من واشنطن كان معنا الدكتور جوزيف سيرينسيون كبير الباحثين في معهد كوينزي الأمريكي شكرا لكم جميعا على رأيكم وعلى خبرتكم في تحليل هذا الملف